السلام عليكم معكم علي أهلاً وسهلاً بكم بدرس جديد نتكلم في هذا الفيديو عن بمعنى الإختصارات في اللغة الإنجليزية دائماً يستخدمون الكلمات المختصرة لسهولة الكتابة وأيضاً لسهولة اللفظ وسرعة الحديث ممكن نختصر ب بي نقصد بها المعضة من المعضة منها البرب الثري إذنها بالنسبة للبي المعضة منهم أيضاً نختصر عندنا الضمير بحالة الأوبجيكت أيضاً رح نشوف كيف يختصر في كل الكلمات هذه ممكن أن نكتوها بشكل مقتصر أو نحكيها بشكل مقتصر بعضها لا نستطيع أن نختصره رح نشوف كل هذه الحالات بالتفصيل كيف يعني أختصر؟ I am تصبح I am لاحظ I am حذفنا حرف A وضعنا أباستروفي إذن هذه نسميها إذا كان لدينا لعين السطر هذه فاصلة يعني كما إذا فاصلة العلوية نسميها أباستروفي إذن بلغة انجليزية أباستروفي إذن إذا كانت على السطر نسميها كما إذا أعلى نسميها أباستروفي إذا لاحظ حذفنا حرف A وضعنا بدل عنه أباستروفي وكمن حرف M إذن I am تصبح I am إذن هذا الاختصار He is not نلاحظ في عدنا اختصارين ممكن اختصر is أو اختصر not نلاحظ أول حالة He is كتبنا he is كما هي اختصرنا not not اختصرها نلاحظ بدل الحرف الأو نضع أباستروف أو أباستروفي وبعدها تين حذفنا حرف الأو وضعنا أباستروفي لاحظ He isn't أو ممكن not اكتبه بشكل كامل اختصر is تصبح He is not لاحظ is عندما اختصرها بدل حرف الآي أضع أباستروفي بعدين حرف الاس نلاحظ بالنسبة للفعل verb سبي كما قلنا أفعال الكون am is are بمعنى يكون الماضة منها was كان ايضا where كان لاحظ full form form شكل لأن أقول from من full form يعني شكل الكامل affirmative form الشكل المثبت يعني مثبت بمعنى لا يوجد not negative form الشكل المنفي بوجود not لاحظ I am أختصرها I'm أحذف حرف A أيضا أباستروفي M إذن بس حذفنا حرف A بيكون عندنا بالشكل المنفي حالتين بالنسبة I am نختصر فقط am not لا نستطيع أن نختصرها تصبح لا نستطيع أن نختصر not فقط I'm نضع لها not تصبح I'm not يعني لا نستطيع أن نقول به المكان هذا I'm net إذن هذا خطأ إذن فقط نختصر am و not نضعها بشكل كامل طبعا اختصار not أدى الحرف الأو نضع أباستروفي t you are ممكن نختصر are أو not لاحظ you are أنت تكون نختصرها your لاحظين أثناء النفي نكتب you are نختصر not تصبح you aren't أو ممكن نختصر are ونخلي not بشكل كامل full form تصبح you are not إذن بالنسبة you are ممكن نختصر are أو نختصر not في عندنا حالتين he is هو يكون نختصر is أو not الحالتين صحيحة he is تسمح he is he isn't أو ممكن نكتب he is not يعني مرة اختصرنا is و مرة اختصرنا not الاثنين صحيحة نقول he is isn't he is not الاثنين صحيحة I was was كنت لما استعى نختصر was يعني لما استعى نكتب eyes or he is نظر انها اختصار لي was إذن was لا تختصر دائما شكل كامل أثناء النفي فقط نختصر not لاحظ I wasn't لا نستطيع أن نختصر was كما قلنا ننتبه was لا تختصر يعني لا نستطيع أن نحذف o w نضع بصر في s you were أيضا لا نستطيع أن نختصر where كما اختصرنا am was لاحظ are نختصرها لكن where was لا تختصر ننتبه على الملاحظة هذه was where لا تختصر I wasn't أيضا you weren't إذن بالمقتصر فعندنا حالتين بالنسبة للنفي I am not لا نختصرها أيضا بالنسبة ال was لاحظ وبالنسبة ال where لا تختصر أثناء النفي فقط نختصر not و اختصار not بدل الآن أضع apostrophe ونكمل حرف t verb to have have has ال past من الماضي had لاحظ I have ممكن اختصر have واختصر not الاثنين بالنسبة ال have has ممكن تختصر have أو تختصر not لا تختصر الاثنين مع بعض I have تصبح I've لاحظ بدل حرف h وال a وضعنا apostrophe بعدين كملنا ve كما نقول نختصر not نضع بدل حرف o apostrophe تصبح I haven't نكتب have بشكل كامل نختصر not أو ممكن نختصر have ونكتب not بشكل كامل تصبح I've not I have I've I've I haven't I've not أيضا بالنسبة ال has مرة نختصر has ونكتب not بشكل كامل المرة الثانية نختصر not ونكتب has بشكل كامل he has تصبح he's نحذف أيضا ال h وال a نضع apostrophe بعدين s أثناء النفي negative has بشكل كامل نختصر not تصبح he hasn't أو نختصر has ونكتب not بشكل كامل تصبح he's not he has he's he hasn't he's not we had أيضا بدل حرف ال h وال a نضع apostrophe بعدين حرف D تصبح we had we'd لاحظ we'd أثناء النفي نختصر not had full form we hadn't أو نختصر had نخلي not كما هي we'd not we had we'd we hadn't we'd not ننتبه إذن have has and had نختصرها بس نحذف حرف h وال a نضع بدل عنهم apostrophe كما قلنا have has had نختصرهم نخلي not بشكل كامل أو نكتب بشكل كامل ونختصر not will shall المعضة منهم would طبعا shall نفسها will بمعنى سوفا لكن shall ممكن نستخدمه مع المتكلم متكلم i إذا كان مفرد we إذا كان جمع يعني i shall we shall لكن صار استخدامها قليل الكل يستخدم well لكن إذا استخدمت shall ممكن نستخدمها مع i we بمعنى well i well نختصرها بدل حرف w i نضع apostrophe ونكمل ال كما هي تصبح i'll إذا رأيت اختصارها تصبح want بحالة negative يعني عندنا well not اختصرها want سوف لن أو اكتب اختصار well تصبح i'll not اختصر well وخلي نضع الشكل كامل إذا ننتبه i will i'll i'll i won't i'll not هي اختصار well not would i would اختصرها بدل هالأربع حرف هاي أضع apostrophe d اخر حرف d i'd هي اختصار i would i wouldn't أثناء النفي خلي would بشكل كامل اختصر not او اكتب would بشكل مختصر i'd not تصبح i would i'd i wouldn't i'd not i shall نختصرها أيضا نحذف s-h-a تصبح i'll أثناء الاختصار تصبح shant لاحظ مثل will not want shall not أيضا shall not تصبح shant إذا نلاحظ نحذف جميع هذه الحروف ونضع apostrophe shant سوف لن او نكتب i'll not إذا نلاحظ i shall i'll i shall i'll not لدينا do does و did لا نختصرها لا نصلاح نكتب do و did و does بشكل مختصر يعني نحذف d أو إذن هذه لا تختصر أبدا فقط بالنفي ممكن نختصرها يعني i don't بدلا ما نكتبها بشكل كامل بهالشكل هذا اختصر فقط not يعني مع هذه الكلمات فقط نختصر not i don't he doesn't we didn't نترجم don't لا doesn't لا didn't لم إذن نترجم لم لا نترجم يجب لا نصلاح نختصرها فقط نختصر not تصبح you must لا نقول must not not نترجم نت إذن نحذف أو نضع you can't إذن عندنا i don't he doesn't we didn't you mustn't you can't ننتظر الملاحظة هذه الexcelerive إذن اللي درسناهم هيا كلها فعال مساعدة الexcelerive إذا لم يأتي بعده مباشر فعل لا نختصره لاحظ have you done it هلا نهيته لاحظ بعد have you you هي فعل وليس فعل عندها ذنة لا نختصر إذا كان به الشكل هذا you have done نختصر have you've done أوكي لكن إذا بشكل سؤال و جاء بعدها فعل وليس فعل عندئذن لا نختصر الفعل المساعدة تصبح yes i have كما قلنا سابقا الفعل المساعدة يسأل بي أجعب بي have you yes i have have you هل أنت you نحول إلى I و نضع have yes i have but not لكن ليس yes i've لا نختصر نكتب yes i've هذا خطأ إذا دائما نفعل المساعدة إذا جاء بداية الجملة لم يأتي بعده فعل لا نختصره أثناء الإجابة نكتب بشكل كامل one pronoun is contracted ضمير واحد ممكن أن يختصر إذا يختصر ضمير واحد فقط ما هو هو us مع let let us يعني دعونا مثلا let us go نختصرها let's نلاحظين نختصر you نضع عباسترو في s let's go ممكن أن نقول let us go دعونا نذهب لكن دائما تختصر ب let's let's go إذا فقط ضمير واحد من ضمار المفعول به نعرف ضمار المفعول به عندنا I بحالة الفعل he she we you they حالة المفعول به me give me give him أعطيه give her give it give us لاحظ us هي اللي تختصر you كما هي لاحظ you and it نفسهم بحالة الفعل المفعول به they them give them أعطيهم إذا فقط ضمير واحد بحالة المفعول به يختصر هو us let us تصبح let's بهذا الشكل أنه هنا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن contractions الاختصارات تكلمنا فيه عن أفعال المساعدة auxiliary verbs أو helping verbs اللي يمكن اختصرها باللغة الإنجليزية أتمنى أني قدمت شيء للفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع like الفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته